أهلا بكم من جديد انطلقت بداية هذا الأسبوع فعاليات النسخة الخامسة لأسبوع الطالب بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بأقادير بحضور وفد من جامعة فرانكفورت بألمانيا ويهدف هذا البرنامج إلى إبراز مواهب وإبداعات الطلبة والطالبات من خلال مجموعة من الأنشطة والورشات التي من شأنها أن تجعلهم ينفتحون على آفاق ورؤى جديدة المزيد في الورقة التالية لمتابح بحضور وفد من جامعة فرانكفورت الألمانية افتتحت صباح يوم الاثنين فعاليات الدورة الخامسة من أسبوع الطالب المنظم من طرف الطلبة ولفائدة الطلبة في إضاء المصاحبة الجامعية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بأقادير التي ليست فضاء للدعم البداغوجي وإنما فضاء للتوجيه والتكوين في اللغة وأساساً مجالاً لإبداع والابتكار ومواكبة وتشتيع الطالب الجامعي وإبراز موهبتها كل أنشطة التي تعرض الآن سواء كانت أنشطة فنية أو أنشطة تواصلية أو أنشطة تتعلق بتكوينات وأوراش وغيره هي من الطلبة وإلى الطلبة وهذا يبين مدى أهمية هذه الأسابيع وهذه اللقاءات بحيث أن هناك مواهب وهناك أمور كثيرة يتوفر عليها الطلبة وبالتالي إعطاءهم الفرصة هذا أمر يجعل هذه الأمور التي يتوفر عليها تظهر بشكل أحياناً تلقائياً وهذا صراحة ندعمه طيلة مصار المصاحبة الجامعية ونتمنى التوفيق لطلبتنا وكذلك المساهمة في إشعاع هذه المؤسسة الحضور دينا اليوم كانت مفاجأة آلة لنا والزملاء العلمان اللي حضرين معنا باش نشوفوا هاد العروض المتنوعة كيف سبق الإشارة للطلبة وإحنا فستطد نسيق مع الزملاء باش نشوفوا الإمكانيات للتعاون حتى في المجال للمصاحبة الجامعية لأننا عندنا واحد اهتمام بهذا الموضوع ومعا سيقوم بشكل أحياناً وفاقنا بالجامعة ونحن على سيارة التعاون بالجامعاتين نحن نعوف نشوفوا في الشيخ المصاحبات المصاحبات ثم أنت نعلم مع الزملاء على الهتمام خردنا يعطينا على التحديث في المجال وأخطينا على القصة إلى النقل منطقة المتنوعة وفي ذلك كان بشكل وانتبع بشكل جدًا، بشكل شهرانيين تسيطرون في نتعام. ويققق على الانتعام التعامل مع المعنزة، هذا هو مجددا، لأنه يتبع التعامل على التعامل مع المستشفى وما يتبع الانتعامل مع المستشفى، وعلىذا، هذا هو مدد من المشكلة اليوم. . . . . . . . ستعب أن يجب أن نحن على مكتابات في المنزل نعم قد يجب أن نحن لكي يجب أن يكون لكي يجب أن يكون لكي يتعبون مجموعة من الطالبات والطلب الذين يتابعون دراساتهم بالكلية حيث قام باعداد وشنشيط أنشطة هذه الدورة الطلبة والطلبة المصاحبون وتهم هذه الأنشطة بالأساس المصرح، الموسيقى، الغناء والشعر إضافة إلى مجموعة من المحاضرات وكذل لقاءات الثقافية والعلمية أسبوع الطالب بالنسبة لمساحب الجماعية هو فترة مهمة لأننا نحاول أن نقدم إلى الطالب بعض الورشات في تكوينات كثيرة جداً منها تكوين في المجال الفني تكوين في الانترابناريا وكذلك هناك دي برويكسيون ديال الأفلام هناك كذلك مناضرات باللغة العربية، بالفرنسية، بالإسبانية وبالإنجليزية وبالنسبة للإفتتاح، كانوا مواهب يعني مواهب في الفن، في المصرح، في الموسيقى، في الغناء، في الشعر كان حاولا نبرزه من خلال هذه الأسبوع هذا مواهب الطالب وكان حاولا ما أمكن يعني كنت كامل معرفي بين جميع الشعاب لا تكون جزور متناطرة وكيتعرفوا الطلبة على بعضهم البعض من مختلف الشعاب يعني يمكن تكون مصرحية متنوعة مثلاً يحضر فيها الطالب دعي المجتمع، دعي التاريخ، درسات إسلامية، درسات العربية هكذا كنخلقوا واحد من جو طلابي، فني، جمالي، ونحاول عبر هذا الأسبوع أن نبحث عن قيم الجمال نحن كطلبة تشاركو تقريباً كل سنة بهذا الأسبوع الطالب والفنادة الدورة تقام هذه العواب الأخيرة هي واحدة البادرة جيدة، كنت تديرها العمادة لكي تبينوا مواهب للطالب كي عندهم مواهب كي يبغي برزهم، كي يجي واحد الأسبوع يكون متنفسة ويجيوا الناس يعرضون إبداءهم، بسوأ في الموسيقى، المصرح، الشعر، كتبه، أي شيء ويكونوا واحدة جو جيدة، أخاوي، كي نعرفوا فيهم الواهب الأخرى كنعرفوا الناس كي يعرفوا كاريار ديالهم، سواء أختيستيك، كي لكن بغي يكمل في الدومين ديال المصرح وكين انتي يحضروا لي كوتش، كي يحضروا الناس كي يعطوهم دي غوماك، كي يحاولوا يوجههم وتستمر فعالية أسبوع الطالب طيلة أيام هذا الأسبوع ويبقى الهدف الأسمى منها إبراز مواهب وإبداعات الطالب الجامعية من خلال تنظيم مجموعة من الأنشطة والورشات التي ستجعله ينفتح على آفاق ورؤى جديدة شكرا